والبرة ومهم يصير معناها بسينا يمكن النادي الفريقي يدخل في فترة تشك تولي مباراة الرابعة دور الانتصار وندخل هنا في فترة تشك بعد ثلاثة عدولات على التوالي تمشي التطوين ذات فريق يلعب من أجل تفادي النزول فريق كذلك محتاج إلى النقاط كان الزاميا على النادي الفريقي ثلاثة نقاط والانتصار للعودة إلى أعلى الترتيب أهم شيء بالنسبة للنادي الفريقي المعز واللي حظناها خاصة معنا المباراة الفارتة والمباراة هذه أنه هناك مشروع بين إدارة النادي الفريقي والمدرب المنافسة على البطولات وتكوين فريق مش لموسم فقط للقادم خطر أنك تشوف أنت المدرب بعد ثلاثة مباراة ثلاثة عدولات نقول وحد يخل يدخل فيه شوية شك يقول لها خلال لعب لها سبعة تغييرات كل المباراة خمسة ستة تغييرات لماذا؟ حتى يخلي نسل كل كونسرني اللي يستحق يلعب يلعب مثلا مش جور بلاسة متاعه فونت كوميرس ولا بلاسة مضمونة اليوم يقدر يبدل خمسة ستة يعمل خمسة تغييرات في وسط المباراة وقت اللي تكون عن المجموعة الكل كونسرني والكل هم يحسوا روحا من يكونوا تيتولير وقت اللي تتمشي البطولة ومستحق الرسيد البشري متاعك تلقى الرسيد البشري به ندي الفريقي اليوم في الطريق الصحيح لم ينهزم إلى حد الآن أحسن دفاع وفي أعلى الترتيب يعني صراحة برنامج جيد وقعد ميشي في الطريق الصحيح